انا اقول لك ماكو ظلم والاشخاص هذين انا ما اخذ في كلامهم على فكرة انا ما اخذ في كلامهم لا اخذ في كلام مو عايش معاهم بو محمد شون؟ مو عايش هناك مو قاعد تروح مناطقهم انت رحت سلايبية لا والله مارك رحت تيمة والله انا مره انا عزمت في عرس سلايبية؟ انا في تيمة على قطر تيمة وهي منطقة كويتية والله وصلت عقب العرس لاني ما دليت مو ما تروح بيحت فهمت شون؟ ما تشوف الوقع الحقيقي، اضطررت روح المخفر اقول له لا لا اسمح لي مو حمد انت مو قاعد البعض يلونكم انتم قاعدين في بيوتكم قاعدين في مكاتبكم وتقولون البدون 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 طيب روحوا انشوف مناطقهم روح تشوفوا الوقوعهم احنا اكررها الوقع الانساني مو الجناسي اكررها الانساني جدامك كاميرتك احنا محنا ضد البدون احنا ضد هذه القضية كالقضية مو ضد الاشخاص نحن فتحنا زاوية ثانية قلنا نتكلم على جزئية الوضع الإنساني لهم الشخص الذي يتمني اللي أولمس يقول لا تشادة لا مش هادة أراويك العداد الشخص هذا أنا أقول له بأخلاق الكويتية أقول الله يسامحك ماذا يقول الكره مرة ثانية نرجع على وعمل إنساني اسمح لي يا أبو عبد العزيز سمح لي ثقافة الكره ستمزق البلد ثقافة الحقد ستمزقنا نحن محتادين للتعالف حتى مع أخواننا بدون وأطالب الأخ صالح فضالة أن الملف اللي وداحق الحكومة وقال له عندي خمس وستين ألف أو سوعة ستين ألف هذين هم طلعوا ما طلعوا موجودين عاشيين في الكويت لم يجب تطلعهم ما طلع يعني مو أنت طلعت وطلعت طلعت هويته وطلعت موجوز في البلد يا حكومة شويته أنت يا حكومة سياسة المجاملات إيه سبب دمار هذا بلد ورح تكون إيه سبب الدمار في البلد المجاملات إلا متل نجامل جاملنا في أشياء كثيرة خلاطك واحد خبت المال اللي عام سكتنا مثال على بعض أخطاء الحكومة في موضوع البدون على بسبب المثال أخطاء الحكومة يدفعتني خطائيين أعطيك أربعة الدكتور غانم النجار بأشوفك تتفق معاه ولا ما تتفق معاه الدكتور غانم النجار ذكر في إطار هذا الدراما العبثية يتكلم على موضوع البدون ظهرت لنا فئة أخرى هي بدون البدون أسجل احترامي لدكتور غانم النجار جيد هذا اسم الحين نحن بالتفقين اثنين نوع بعض عليك بدون البدون غانم النجار يقول حصلوا على جوازات مزورة حتى هذا لك اللي ذكرتم أنت أسجل احترامي لهم أنا ضد توجهاتهم طيب نرجع مرثاني نقول كلام دكتور غانم النجار في إطار هذا الدراما العبثية ظهرت لنا فئة أخرى هي بدون البدون الذين حصلوا على جوازات مزورة أو شيء مزورة بعلم وطلب من الحكومة وبثواطئها وضعت لهم إقامة صالحة لعدة سنوات وبعد انتهاء صلاحية تلك الجوازات ورفض الدول المعنية تجديدها صار ذلك البدون المسكين الذي صدق الحكومة وتعاون معها يقضي أيامه بين حجس وحبس وكأن أولئك البدون محطات تجارب وليسوا بشر وليست لهم كرامات وليسوا أبناء الكويت هل تتفق بعض هالكلام؟ أنا أتفق أن هناك أكو أخطاء حكومية أخطاء هذه شوية خفيفة ليش خفيفة؟ إلا أسبوه خطيئة أكبر أنا ما بي أسبوه بس خطيئة هي أكثر دقة لا أخطاء حكومية أطالب الحكومية المتتائبة المتكاسلة أن تصحوا شوية وتحلنها المشكلة قبل 27 سنة سمح لي يا أبي قبل 27 سنة كتبت مقال موجود وكاسورته موجود في الإستغرام مالي هل سنصبح يوما دولة للبدون؟ هل سيأتي يوم يطالب البدون بوزير في الحكومة؟ هذا ما طالب شو قلتها أنا سنة 92 قبل 27 سنة نزيل؟ أنا قاعد أحذر من قضية البدون من زمان مو من الأشخاص من القضية إذا لم تحل إذا الحكومة يبيد الحل في النهاية مو البدون يبيد الحل طبعا لا الحكومة يبيد الحل والحكومة مو قاعد حل ترجمة نانسي قنقر